أكد الرئيس السيسي إدانة مصر الواضحة لكل أشكال ترويع واستهداف المدنيين كما أعرب الرئيس السيسي عن دهشة مصر من وقوف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطع غزة إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرد عليهم عقاب جماعي وحصار وتجوية وضغوط عنيفة للتهجير القصري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتجريمها ومنع تكرارها مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء ودعوني أتساءل بصراحة أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة ترجمة نانسي قنقر